رجعنا من جديد في سبور ميكس الجزء الثاني ملحظ سمتعنا اليوم مع ثابت القهري ورجد السيد أحمد الصالح ومختار دابوس اللي بيشمد معاه وموش بسرعة أخور راحتك مختار تفضل هو تكلم في عاقلك بشوصناك على البرح شفنا حملة من جميل اليد الأفريقي على تعيين محمد علي غريب على رأس لجنة التأديب في الجامعة التونسية لكورة القدم محمد علي غريب اللي هو معروف بنتي ماء ولو ترجي وعنده حتى شوية بعض التدوينات المستفزة شوية بون في إطار اللعبة هذا خاني اخو رايك انتي في التعيين هير خاصة كمو حبل ندل إفريقي والله يخذوا لي هنا عندي حاجتين بش تكون مسؤول لازمك تكون أقل حاجة مكش موري جمعيتك كيمة ترى أحمد الصالح لتوى ما نعرفوش جمعيتو أحمد صالحي سايبو أحمد صالحي سايبو الاهنا بنسبه لانتي مش كيمة أحمد صالح كيف كنتي معنا انتي ما نشوفوكش أنا مسؤول لا ما ترى نيش مستحيل هاني بش نعدي بقيت حياتي بحضاتي أنا بنسبة لي أنا مسؤول ديكلارة جمعيتو مين الجمش يكون على لجنة حساسة كيمة رئيس أعطيك إجزامب كيمة يدير كان رئيس لنادي الأفريقي هاو اليوم رئيس للجامعة لا لا هدو ما يحسب لرجالات النادي الأفريقي محتيرامي وين أزمة الكورت القادمة التونسية نتعديه بأزمة إلا ولا نرقاه ما نرزمو من على الشينا محتيرامي الرجالات النادي الأخرين تلقى حمودة وتشوف طول عباد كل تحكي على كاريار حمودة في الجامعة توقينا كيميلي دير إنسان هذه اختارته الفيفا بتسكية من تونس مش هذا سألتك عليه هذا مش نحكي لك سألتك قلتك هاي الفيفا اللي انتي قلت اختارت كيميلي دير انتي هو كن رئيس للفريقي اليوم معنى شمعته أي واحد وانا سمعته حتى محمد الغريب البرح في موزيق قال أي واحد تخل الدمانة ذاهرة وعنده جامعية معناه بش يكون يحبها معناه دونك إذا كان بش تحط من الفريقي بش تدور علي كل أخرين أثماني انتي توتنجمت حطني رئيس لجنة التأديب وانا ديكلاري كلو بيست رغم فمش فرق مع احترامي الزميل يروه بش نحكي على زميل منش قاعد نحكي نحكي كموحامي نحكي عليه كاسيفتو قلت انتي عنده تدوينته معنى انتي توتنجمت المكشخين نكون على رأس لجنة التأديب ولا أي رجنة ما يقبلوك ما يقبلونيش لحكيه وبش تصير فعفعة سواء من اللي طوال ولا سياسيس ولا تراج قل لك اذا ديكلاريه ويمشي الاستاد ويحب النادي الافريقي انا بيدي نحترم نفسي انا حتى انا كنت نتمنى الزميل ما يقبلش المهمة هذه هك تشوف تو بربي بنا 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 ايطاب اشتخدم منتي يا مخي اشنوى اشنوى احمد احمد شنوى انتي سمحني الملف اللولاني اللي بش جي قدامك تابع النادي الافريقي ولا تابع التراج بش كل كل تست هذ يما هو مش واحد وزيد معه لجنة كاملة يا دي قتلك انا هني فسرت لك ما فماش رو فما رئيس لجنة هو اللي بش يخرج في اللضاو فماش اللجنة الاخرى بالنسبة لي انا العضاق وناب رئيس اي اي بالنسبة لي هم مش مومش هم ما اصارش فيهم ينجي يكون فيهم واحد كلبيوس اكثر من محمد علي غريب فهمتني هو كما خرج رئيس اللجنة هو اللي يتحاس انا بالنسبة لي انا كان اعتذر ويجي مع المكتب الجامعي الجديد وهو الباري كفاءة زادر وعلى علمي بزميلي كفاءة لكن خويا راك انتي راك اللي غلط انتي ديكلاريت انتي قلت رانيك اشخ وتدويناتك وكذا حق النادي الافريقي زادر بش يعترض بيه يا احمد خلنا اقول لك ممشي شوية في عقلية الجراهية المختارة نيه شو من الحيف انا نحكيه على مسؤول انت لاقا من الانتماع والجماعية معين هذا حاجة غالطة اخر حاجة نحكيه عليها هي الكفاءة احنا قبل ساعة ما تحكي عليه يقول الشخص هذا كفه ولو مش كفه هراه مش اول مرة ساعة هو يترأس اللجنة دي هراه ترأسها لسنوات وثاني حاجة انا اكبر حاجة في سيد كامالي دير هو وقت يختار المسؤولين الاختيارة متاعه يكون وفق هو وفق معانا قدراته هو لانه رجل دولة الاختيارة متاعه ومي مشيش الانتماء قبل كل شي يمشي الكفاءة انت ماريتش اللجنة دي فاة انسان كف اسمه زيل عبدين زيل عبدين زيل عبدين ويسلاتي مايش في نفس اللجنة اعتقد لا لا نفس اللجنة نفس اللجنة لجنة فيه لا لا مش في نفس اللجنة مش في نفس اللجنة في لجنة واحدة اخرى هذي فاة عالي كابادو نائب رئيس بديه حكيم عضو معز دراجي عضو اكرم الرياح و هذه قرارات يخذها ليس بالعاطفة و بالمزاج و بالانتماء القرارات تتخذ وفق القوانين ليس بشي اخوه من رأسه يتحمل على النادي الفريق سمعني نحن رأوا المشكلة و ليس في تدويناته انت اخترت بشتعمل تدوينات معناها الدكرارية تحب التراجل يذي تونسي معناها عندك الامكانية كم تفدم داخل التراجل يذي تونسي كان رئيس النادي الفريقي كان رئيس النادي الفريقي يودي مش نحكي و على النادي الفريقي هؤوا محتجوش هؤوا محتجوش جمهور التراجل على كميليدير لا يحتجوه لا يحتجوه مش بالطريقة هذيك هذي نحن لليوم يحتجوه من اول نهر حتى كان يحتجوه ما عندهم ما يعمل هذي ففا عينتك اسمان اسمان انت اخترت تعمل تدوينا في جماعية معاينة راك ما تنجح مسؤولك في داخل الجماعية هذي اخارج الجماعية هذي تحامل مسؤولية تدويناتك انت تغيب التدوينات تفتس فيها وقت لهاب التدوينات ووقت لهاب التدوينات ووقتها يخدم مع في الجامعة التونسية كنت قدم ليه لا مش حر انت عندك في موقع تحب تكون مشروع مسؤول في الكورة انت حب تكون مشروع خوة استنى استنى المكتب الجامع تعرفين تنجم تكون في مكتب جامعي اما رك بشكون على رأس لجنة متاع تأديب انا بالنسبة لي وقت تمس النزاهة متاع متاع السيد اللي على رأس لجنة تأديب دونك تمس في نزاهة كامالي دير وطماتيكمو ونعتبر اللي كامالي دير وقت اللي يخذاه هو القرار بش يحط سيد محمد علي غريب على رأس لجنة تأديب يعرف اللي يفهم تبعاتها اشنو يعرف اللي يفهم جماهير من نادي الافريقي بش تكون رافضة بش تكون فهم التشكيك وفهم سبان وكما نعرف وتو على الفيسبوك دونك هو في بالو بالمشاكل هذي كل وثبت القرار بتاعه وحط الراجل خطب بيتاتر يشوف له اللي السيد المناسب في المكان المناسب في اللحظة قولك هانينا على رأس الجامعة افريقي خليني من الجامس نزيد نحط بحضي اخر على رأس خدام ما يقوله عليهم فما يش حتى كلبوس يرجي يكون على رأس لجنة التأديب سمعني فما كانوا اي حكم اشنو معناها فما حتى محامي كلبوس يرجي يكون على رأس لجنة التأديب لكن برشة ولي رايش جامعة نحنا مشكلتنا في جميع الافريق انا بالنسبة لي انا كمال يدير ممتمي النادي الفريقي بش يحط واحد اخر على رأس لجنة التأديب بشولي برشة لا علي برشة اذا كان كفاءة لا كفاءة شو برشة من جمهور الكلوب غاضب عليك حتى على كمال يدير عطا عينا ذي بالطبيعة غاضب لانو انا نقول مش غلطة سيمو حمد علي غريب واحده غلطة زادالي عينه يخوي بعد عشره وغنيله سمعني انا اعتبرها غلطة غلطة مش نشك في كفاءة سيمو حمد علي غريب لا لا بالعكس ينجم يكون كفاء يعني وكل شي لكن كما قلت لك بعد عشره وغنيله يودي اكثر لجنة فيها حساسية فيها مشاكل هي لجنة تأديب ولا ايامه بيننا توتشوف اول ملف يجي فيه الافريقي ولا النجم الساحلي ولا ساساس توتشوف المشاكل اللي وش تصير وشوف التأويلات اللي تصير اخي ناقص رجال تونس ناقصة كفاءات يجيب واحد من باجة من مستير من عاش منين من جرجيس يبعد على الاربع جماعيات الكبار وحط اللجنة اللي فيها حساسية كبيرة حط فيها واحد بعيد على الاربع جماعيات تو ما عاد حتى هو او 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 احد احتج لكن تجيب واحد متسمي عادتها رجل وكان جاي واحد متسمي على الافريقي يروا كيف كيف رهاو تروا كانت تتجرب نفس الاشكية ها عنش ما تترحش الموضوع اقبله واختيش قبل واختيش قبل واختيش قبل واختيش قبل الجامعة كان ذا ما راجل قوي يشل الجامعة ومينجم حتى حد يخرج على الخط فهمني نسيبة نسيبة نبعده على التفكير هذا فهمني خط اللي بش نمس جاويات بش نمسوا نوادي ووقت الاحديث يكون على تونس وعالفريق الوطني يزم احنا كالناس المتابعين يعني كرد القدم كفانيين كصحفيين يزمنا اول حاجة نقوم به هو تأثير الجمهور هذا خط الجمهورة اليوم الحقيقة نعيشوا في 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 ازمة متاع تعبير في ازمة متاع في فوضى كبيرة دونك احنا من من ناحيتنا نقطروا الناس هذي ونغلبوا المصلحة الوطنية ديما على المصلحة الجخصية لا انا مش كنت اعتماع المصلحة الاندي اليوم انا نعمل تصريح وتصريح متاعي انا بغض نظر على النادي اللي نحبه ولا الجهة ننتميلها ديما تصريح متاعي ديما نحاولوا انه يكون يكون فيه شنو الحاجة اللي نعبر عليها فريمون دونك ما ندخلش انا في نحب الافريقي نحب التارجي ملعب التونسي دونك عندي فكرة معينة الفكرة ذيك نشوف المصالح واني تنجم تنجم تفيد الكورة تنجم تفيد الجمعية متاعي تنجم تفيد الجهة متاعي دونك واذاك التمشي احنا لازم نمشوا فيه احنا في وضع استثنائي احنا في وضع استثنائي وثم موضعية يعني متاع راي عام موجود راي عام رياضي وكل شي ماذا بيك دي ما تاخد قرارات شرتوه في هالشهرين اللي مازالوا ماذا بيك تاخد قرارات يعني تمشي في اتجاه متاع معناها مثل ما حتى حد ينتميه لما بعد يجي المكتب الجامعي الجديد ضب الراس ويتحمل مسئوليته لكن انت تاوه ماذا بيك تتعايل الناس حتى مسئول ما عندوش انتماء لا لا ما قلناش عقص هذا ما هي ما ياخدش مسئولية ولا ياخدش مسئولية خاطر انتماء ومعلن ما كانوش مسئولين في التراجر هذي وفي اللي جانم بتاع التراجر هذي بتكلم حد لكن تاوه بامور مفضوحة يعني بستنديستاتوي مهبتهم ويباري فالسخب هو تادوينات الحق مستفزة شوية يا ياسر مستفزة حتى في التعليقات يكتبوا لي الاولاد يقول لك فما فرق بالانتماء وبالكره معناها حسوك اللي فما كره بوها ذايا ما ندخلش في النواية لكن في التعليقات يقول لك يحسوك انو فما كره شوية للناد لفريق توقيت تعيين محمد علي غريب خاطئ هو زميلي ونحترمه التوقيت تعرف عليش الخوف ولا جمهور نادي الافريقي رأوا الخوف عن نادي الافريقي ولا خايفين عليه من سيد كامال يدير صراحة نعطيه الصحير النادي الافريقي ما عادش عنده ثيقة في جميع الهياك اللي تابعين الجامعة ما فيهم على رأسهم الرابط تعرف عليش ثوقت اذي نادي الافريقي الجونيس جاي يلعب مغير جمهور شرعة مختلفة رأوا نحنا منش نحكيه على مسؤولين رأوا رينا دباب زورينا كذا لكن هنا رأوا توقيت التعيين متاعوا في الظرف هذي جمهور النادي الافريقي رأوا اعرف رأوا عنده ماتش يلعبوا انتوما ما كمش عاعتينوا القيمة الكبيرة ماتش يلعبوا مغير جمهور باي مختلف اي اخذ اكثر من وقت الموضوع هذا ايو بش ناخذو فيها اكثر وقت زادا معانا تليفون فمشكون يحب يدخل واستير كميل بالنخليل مالي بوش معانا يحب يدخل يحكي في الموضوع محمد علي غريب واستير على بيك اهلا اسلام مرحبا بيك ومرحبا بالحضور وخاصة سيد احمد الصالح حيث في العادة الناس كل تمشي في الشرق يمشي وفي الغرب ايو بشريعة تفضل سي كميل في كلمتين في كلمتين تعيين محمد علي غريب مع احترامي الزميلي وخويا وتحبر شنويا تعيين خاطئ جدا علاش لانو الامر هنا لا يتعلق بالكفاءة رو ما هيش علم نازة وعلم اليدن من لجنة التهديد تم فصوله تم قوانين لهنا لا نتحدث على الكفاءة محمد علي غريب مشكلة مش انه مكشخرة ولا كلمتين كل واحد عنده انتمام محمد علي غريب يجاهره بكرهه للنادي الافريقي قلت مستفز هنا نقول لكم عنده تدوينات فائهانة للنادي الافريقي اذاك علاش الجماهير كرهته كمالي دير عمره مقال عمل التصريح في ايهانة للتراج الرياضي ولا كرة محمد علي غريب ما احترامي ليه عنده انا مرة انا انا اهو انا مرة اكلمته انا اكلمته حتى لو كان انتي مكش مسؤول ما نعرشش كون منه خيان قال وقت لي كتبهم هو مهوش مسؤول لا يا حبيبي حتى كان مكش مسؤول انتي متسمي ومعروف ما تعملش تدويناتك والله يفهم عندها انتي ما للتراج انت حر اما انك تقزم وتمس من تاريخ النادي الافريقي فطبيعي الناس مش ترفضك هذا هو الرصد محتاه انه سيمو حمد علي غريب يجاهروا بكرهه للنادي الافريقي وانتي تقزم النادي الافريقي معناتها وكي تخسر النادي الافريقي الرجل يبدأ شايخ انا كمحب للنادي الافريقي وانا اقول لك حاجة تبش تبدأ تكمل هاللجنة هذية الوقتية وما بش يجي حتى ملف خاطر لجنة تأديب تعرف ما يش ديمها كثير لكن معناتها هو هو موضوع ساعدوا خمعة كثير المخمي الساعدين ما يشكو اسدوا سلطة لشر محمدا صوتك صوتك ولا معاش واضح بالباية اي كيفة انا لم تبدي عندك مو اشكد لي كمال يدير ومانا بغير ما تخيلني عالمصدر كمال يدير معناطها علمو قوللك يقول لك على غالب معانتها جيتي اوبليجي دولو ديزينيي ولا هنا ندخل معانتها شنو مش كمال يدير عينه معانيها اي مش كمال ما تدولوا الاسم هني قلت لي كان المجالس بالأمانات ما تدولوا الاسمه عينه وحط هوايا وطايحه دونك انت في عرض بشي طايح التنسيون واحنا محتاجين لططيح التنسيون انت عملت تعيين زيط طلعت به التنسيون بين الاندية يعني تخيل أنت كمال يديري عين كمال بن خليل رئيس لجنة تأديل يتوقف تخرج مظاهرات في الشارع من دمائل التاريخ أنت زيدة أستيرف تدوي أنتك فيه مشوائي استفزاز التراجل معناها أنت لحظة 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 ما سألتك شان معناها أنت لا نشوفوك شن في لجنة مليجان كما هكما ما ننجمش نكون في لجنة مليجان على خاطر بالطبيعي جدا ومن حقهم أنهم بشي يحتجوا يقول لك السيدة ذايم أنت مستفز جدا هذا طبيعي وننجمش ونزيدك أكثر أنا تعرضت علي لجنة وقت وديع الجاري وقلت لها لسطنبي قلت له بصراحة لنعمل مشاكل أكثر من اللي حتى لو كان رو هذا لا يمس من نزاهة وكفاءة محمد علي هذا لا نختلف فيه غلطة محمد علي أنه الحقيقة أنت عربي متبني موقف متطرف من النادي الأفريقي وهذا يخال الجماهير مع أنت ستكون ضده نمشي من الموضوعية خاتك صحة شكرا لك أستاذ كمان بنخليل لتدخلك معنا الززنامة اللي هبطتها الجامعة أحمد قل إيش بيك بديت معاي زاد الززنامة اللي هبطتها الجامعة خلفت برش احتجاجات من الجامعة هير يبدو أن الجامعة تونسية رفخت الاحتجاجات هذي مراسلها ونجمو نشوفوها في اللايف ستريمينج متاعنا التنجمو تتابعوها بعثتها الجامعة لكل النوادي نهار ستة نوفمبر بعثتها منذ يومين تقريبا طلبت منهم أنهم يبدي ورايهم وتحفظاتهم على الززنامة هذي قبل اليوم 8 نوفمبر قبل أعطي اليوم آخر أجل بش يعطيوا رأيهم في الززنامة هذي معنا في سؤالي هنا هل كلمة الأجنب علىها الأجنب اللول تطلب رأي النوادي بش تعمل الرزنامة هل عندكم تحفظات تبع فينا برو جي هل عندكم تحفظات وقال لا وقال لا بعد ما عملتها انتي شفت الضغط اللي صار واخر تبع في تستاشير والله يموصف اللي صار بصراحة يا سلام عليش ما ما كانش من نون انتي استشارت الأندي قبل ما تحبط الرزنامة انتي تعمل الرزنامة كانك تجسبة في النبضة بعد كتشوف خاصة جمهور على حكاية الدربية في النهارة الاربعة واغلب ما تشويت الكبار نهارة الاربعة تحس كأنه نوع من الاستهداف فيها نوع من الاستهداف في التراجرية التونسي خطر الوقت اللي انتي تبرمج في نال الكوب آآ في وقت الكاس العالم للأندي تحس كأنه كما عدت آآ أقصية التراجرية التونسية من 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 أنه يكون في الدور النهائي لكاس تونس بصراحة الرزنامة هذي كفيها بارشة بارشة فوضى وفيها بارشة تسرع وكان من الأجدى على هيئة التسوية أو الرابط الوطني اللي يكون تقدم المحترفة تحس بعض الفرق روحوا مستهدفة منها الرزنامة ذيها وتحس روحها اللي هي فها نوع من التعطيل المسيرة تكون نوع من من أنك تعطي لفونتاج الفرق أخرى على حسابها هي وهذا ما أنت من حق الاندي ومن حق جمهورها أنه يعبر على الامتعاض المتاع ومعنى من الرزنامة أنت عنيش مش من الأول عنيش احنا دائماً معنى نثير الفتن ونثير المشاكل من لا شيء ولو أنه محمد الحسين في التعليقات يقول مثلاً تونس معين من قبل في نفس فداتها ذيكاً ما عنده وصف جليل في وقتها تعامل تعمل رزنامة الأولى من وقتها معين وقتها هي مو على المسؤولين على أقل يا إسلام التحلي بنوع من الحكمة بنوع من المنات الدراية صرتو في وقت نحن فيها بارشة حساسيات معنى أنت من الأندعة والجمهورة فما بارشة حساسيات والناس كل تشوف في رواحة مستهدفة والناس كل تشوف في رواحة أروحة معنى تفيزية من المفروض أننا نتحللوا بنوع من الحكمة مختار بارشة تخبط قاعدين نشوف فيه من جامعة كاماليدير على كل المستويات كل يوم يطلعنا موضوع جديد لا مش جامعة كاماليدير من اللي تخلقنا في التخبط محصوب في جامعة وديع الجارية كنا عايشين الرزنامة تبدل أربع وخمسة مرات ما بالك طوى واجن التسمع كل جامعتين نعرف الرزنامة جديدة نعيده من هنا تشوي بحكم جامعيته ومغادية كضغط أنا يظل الأسبوع هذا هو أسبوع التراجي في الجامعة فهمتني ذاق جماهيري لتغيير الرزنامة محمد علي غريب على الرأس لجنة التهديب موناها يظل كمال حب يعمل لكيليبر ما يعني أنا شانا تعمل لكيليبر ما يعني أنا توقع نادي إفريقي ما تساعد نلعب بربع نربع حد نعني كان بوتول أو كاس واضح ولا ما يعني نسمى النادي الإفريقي وجمعيتكم عمنا والإفريقي حتاجت على دربي وسط الجماعة أي وتأجلها المتش أي مش مشكلة حق التراجي هو أشي حتاجت تراجي قل لك عروسيات على الحضور الجماهيري حق حق لكن أنا رأني مفهميش رأو فما دربي والله العظيم كي تقولي عندك مش دي بلاسمون رأو دربي سي دربي رأتس كرتك تبدأ موجودة منهارة لحد وبش تمشي تفرج في دربي يقولو لك نهارة اللاربعة نصر ليل بش تمشي هذا دربي رأو مفهميش الدربي رأو بش يعطيك ومحسوبة كلي نحنا عناك الـ 60,000 30 منه و30 منه بش منخاف بش منخاف دي 25,000 وشوف بتلحليح و يا رأو حت نصر ليل ني وتوفى في 4 ساعة للتساكر تحطها في 4 ساعة توتوفى ما نايذية هنا فو بروبليم انتي توتأثرت بالتراجي غدوة لازمك تأثر بجمهور لتوقع بعد غدوة بالسياسية باجا توتقوم لك مغاديك ما عادش هنا سي مختار بنسبة التراجي قاتل قاتل كانوا مجابل التراجي ما عاد التعيين نحكي التراجي اليوم هو قال لك عامنا و الفريقي عاملت ضغط كبير يتبدل عامل وتبدل لكن انتي اليوم نحنا كنا في وضعية معينة توى انتي كجيمة ما عندك ماش تخص عندك مونتي سيد كمالي دير عندك جمعيات الكل على نفس البعد الكل نف متر كهنس خوية عاملهم كيف كيف هذه رزنامة هبطناها من نوع العام لعبات كل لازم تحترم لكن الحاجة اللي تقعد بيت فيها كيفاش فما جمعية مش كنفيرمية مش كوب دي مونت وانتي حط فينال غاديك ما معناها تراجي تخلي لك لكي بيت تلعب لك بيها فينال كان وصلتك فين مانا اينا تخل بيزم متاع رزنامة نيش مدروسة مليحة رزنامة وبلس انا نقول شنو وليشكال بش ترعب الاربع ترجل رياضي بش يعطيها 25.000 تسكرة بشي و25.000 يكون أكثر معناها منتصورش كأن ذا يبشي أثر يعني في الحضور أكثر في بالي من 25.000 حتى 30 يجي يأثر أكثر عالحضور يجي استدراتس فارغ معناها مستحيل معناها تعرف الفريقي والترجل فيراتس ديما مليان يعني مصديقنا بدرة 2 يقول في عطلة وقت الدربية ووقت عطلة مدرسية في المواعد ذاك حتى مخير عطلة يمشي وتلعبهم حتى نهر 2 فقايل يمشي لكن انت هنا تنجم تحطونا الاربع وتنجم في وقت المتش تحطو 7 7 ونص لعب مخر يعني ديما يختار وماتشويتهم يعني مخر الوقت ذاك فراد يرفض الأمن ذاك شوف نهب وناخذ الانحنا ما لو ما نقرنوش في الأوروب يخوك يلعب الشامبيون ليك يلعب يلعب الأمن يلعب 3 أو 4 5 لا لا هنا في تونس الأمن يرفض أنه يتلعب في الليل مثلا أنا معرف صراح معرف قد راحنا ما نعرفو ما هو الحاجات اللي تصير بعد المقابلة وقت الخروج لك من سيد رادز 25 30 30 40 40 فما حالية بوتيتر تصير ممكن تصير في النهار فما صعوبة لحقيقة ونشوف وتو برشة مشاكل وماناش حاضرين لحقيقة ماناش حاضرين كل سواء انفرستركتور كل سواء برمجة كل سواء تنظيم ماناش حاضرين مشاكل بمقابلات في الليل تعرف تعرف اللي نحنا حايرين في جمهور بشيروح العشرة واللحد يشمتع ليل وجمهور جماية واحدة شوف صحر كورتنا معنا الأمن حاير في جمهور وين مع الأمن الحقيقة من صار عمر العبيدي عمر العبيدي سمحني زميلي عمر العبيدي الرجل عنده ماتش بعض غضو اقتلته الحقيقة اللي صار نهرتها معنا مع الأمن ماضي ساعتين ومساعتين ونص خطر التراجي تستقبل وكل برمجة نسب الضو العاطي لكن في الرطور نحكي باك شي مجمو نبدل نمشي وفاصل أخير بعد نحل الموضوع مقابلات